طيب فيه زكريات ما بيننا كده سيئة بالنسبالي. ليه? الباشا كان دايما لما نيجي نخرج واحنا في الجامعة كان طبعا هو اللي بيحاسب يعني هو اللي بيت فبيدخلني الفلك اللي على مزاجه. ليه هو اللي بيحاسب? يعني. هو اللي كان غني زي. كانت الظروف اه اه. يعني كان معرفش بقى. سيطر. كنت باشتغل من وانا في الجامعة عامل مشهد عامل حلقة كده فكان فيه اه. يعني كان هو اول واحد بدأ فينا فكرة الشغل. فاحنا كنا بنعتبارها حقنا. اعلام بتاعه. اه. يعني هو اللي فلوسه بتاعتكو. اه. احنا بالليل على القهوة مفيش شاي. في حاجة ساقعة وفي كفتة وفي. اه. كفتة اه. 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 بنخدش في تاني اول ما هو يصور. طبعا هو ده مش بس كرم. هو كرم مطيبة على فكرة. طبعا. اه. الحمد لله. اه. يعني لما كنتش مدرك انه هو كرم مطيبة. اه. احنا كنا بنقوله الايام دول يعني احنا لما وحنا الحمد لله. مجدش. 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 لا بس عايزوا يا اول حد النهاردة توتا كده. والله العظيم. اه. يعني مسل انه بعدين في الكاربان القلائي. عارف انت بتاعت زمان لما بداخل عليك بطبق كنافة. والله العظيم قلائي حد دخل لي قولي استيزة عبر حمي باس بعيدت لك اه طاجن عكاوي. ايه يا شوية استيزة عبر حمي باس بيقول لك دوق البطيخ ده. اكني قاعد في الشقق اللي جنبه. اه. ومش كاربان. اه اه. طب بس معلش كاوي ايه. اه اللي احنا فاهمينه. اه. انه توتا على نظام صحي اه. اكل صحي قاسي. نظام صحي بس سايلنت شوية. يعني والله ساعات بلغبة. امير بيصعب علي. ايه يا حبيب. والله العظيم امير. انا اللي بصعب عليك. والله ما بيأكل خالص. ودايما امير اه طبعا بقى يعني ايه بيأكل صحي جدا ومش عارف ايه. اخش الاقيه بيفطر ربع سندويتش. فقول له انت افطرت. فيقول لي اه تمام كده. فقول له هتشبع امير. وفعلا يوعد ممكن يوعد اليوم كله ما يأكلش. فبيصعب. فاسمعوا مسلا في حكاية قاعد يقولي ايه. ولا الواحد لما كان مسلا زمان في الشتة طبق الكسكوسي ده. فطبعا اللمبة تنور. اه. فقول له طب والله بني وبالنفس. والله لأكل الكسكوسي. في تاني يوم. بعيتل الكسكوسي عالكارفون. انت بايش. امنا امنا. بيصعب ايه والله ما بيأكلش فعلا خالص. لو بعدين انا بفتر الصبح مسلا ايه حاجة خفيف جدا يعني. بعدين فيه سطارة كده في الكارفون دايما. طبع ما عامل بس السطارة كده. ابص كده في ايه تحت. اه. قال ايه لك ترابيزة. هلتي. ترابيزة هلتي. لأ الساعة كان بقى بتكلم ساعة ستة الصبح. بس هتشوف الترابيزة دي اصلا انت مش فهم عليها ايه. ترابيزة غدع يعني. اه اه. فطار في رمضان. يا ترابيزة وبيقول لهم الناس دي هتاكل ايه. هو اللي باقي اكلنا خلاص. هو البريك عند. اه. والله كريم وطيب بس حافظ على صحتك. حاضر. حافظ على صحتك. ما هو الله بخش. فيه صح. اه. والله العظيم مرة جابونا اكل ترابيزة كبيرة جدا ما لدينا اكل بعدين. اه راح نادي نادي صلاح وتقال له صلاح في حاجات ناقص. قلت له ناقص ايه ابني كل حاجة موجود. قال لك لا فيه السجوء اللي هو كان عليه جيبنا مش عارف. مركز. مركز. طبعا اه ده كله في الفيلم عشان مراتي بس ما تبتكرش. اه اخد يبالك. اه. غالبا مفهمك انه بياكل هلسي بس هو الدنيا بايزة. ده هو معلم الدول باكلات. مم. يعني عنده المحافظة. يعني مسلا تقول له انا رحت اسوان مسلا. ده فيه بتاع كيب ده جنب والله العظيم. تقول له مسلا المهندسين يقول فين بقى من من. من بقى بعض الحوواشي. اه. الراجل علامات. اه.